السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا ومرحبا بكم مع هذا القبر الذي يتحدث عن وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق في الخدمة العسكرية وكانت صحيفة المطن قد نشرت اليوم أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القابول والتسجيل الخارجين الجمعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة الكلات العسكرية الحاصلين على شهادة السنوية العامة علوم طبيعية للالتحاق في الخدمة العسكرية وقالت الوزارة الشروط والتفاصيل عبر الموقع الوزارة الدفاع على الانترنت وسوف نضع لكم رابط الشروط الخاص بالموضوع والخاص بالانتحاق بالخدمة العسكرية لوزارة الدفاع وكل التفاصيل المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الدفاع من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وأيضا طلبة كلية العسكرية الحاصلين على شهادة السنوية العامة وإليكم الرابط والشروط بالتفاصيل الكاملة عن المسابقة وسوف ننشر لكم الرابط الشروط نظرا ونوجه ناياتكم أنه نظرا لكبال المواطنين على الموقع فالموقع من الممكن أن يتم أن يكون متباطئ بعض الشيء ولكن يعود للفتح مرة أخرى وإليكم الخبر مرة أخرى أن وزارة الدفاع بدأت تعلن عن فتح باب القبول وتسجيل الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة كلية العسكرية الحاصلين على شهادة السنوية العامة علم طبيعية للتحاك في الخدمة العسكرية والرابط موجود هنا في الوصف وفي أول تعليق لتسهيل للتقديم والدخول على الشروط ونشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم خير ترجمة نانسي قنقر